نحن حزب سياسي قائم بذاته منذ عشر سنوات لدينا مشروع مجتمع ولدينا برنامج حكومي نتقدم بقوائم باسم الحزب لأن هذا هو المفروض أن يكون العمل السياسي لأن الساحة السياسية والعمل لبناء دولة قوية يجب أن تقوده حزاب سياسية واليوم لم أقوم أبدا بالتخوين ولكن الحقيقة هي أن الشارع عندما انتفض في أسابيعه الأولى كان يدوي عاليا بإسمه حزب جبه التحرير الوطني وتجمع الوطني الديمقراطي مثل ما كان يقول لبوتفليقة إرحل اليوم يجب تجديد الطبقة السياسية القانون لا يمنع أي شخص حتى وإن كان له انتماء سياسي أن يترشح في قوائم حراء أما التجوال السياسي فهذا يخص بعد عملية الانتخاب التجوال ممنوع عندما تكون منتخب وليس قبل العملية الانتخابية اليوم جيل جديد وجمع التوقيعات وأثبت أنه لديه امتداد وطني في كامل الجزائر كنا في اتصال مع المواطنين رغم أن هناك عرقلة كانت من قبل الإدارة المحلية وهي بقايا النظام السابق والتي تمثله في أغلب الأحوال الأحزاب القادمة التي لا تريد أن يكون هناك تغيير اليوم لدينا فرصة للتغيير سيدة سعداني العديد من الأحزاب واجهت مشكلة في توفير 25 ألف توقيع للناخبين كتسكية لإداع القائمة الحزبية في باب الترشح هل وجدتم مشكلة في هذا الأمر؟ كانت عملية جد قيمة لأنه وضعتنا في امتحان هل لدينا امتداد وطني هل لدينا مناظرين قادرين على أن يجمعوا التوقيعات حزب سياسي لم يشارك في الانتخابات السابقة رغم أنه شارك في انتخابات في 2012 ليس لدينا منتخبين محليين الذين كان لديهم منتخبين محليين كانت العملية سهلة بالنسبة لهم لكن كل استمارة قمنا جمعها كانت من المواطنين مباشرة كانت عملية حوارية مع المواطن استفدنا الكثير من هذه العملية شكرا على المشاهدة و期نابرم ساعدت شكرا شكرا